الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده إلى يوم الدين وبعد فنحن في شهر كثير البركات كثير النفحات فلنغتنم كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضدوا لها فعلينا أن نتعرض لنفحات الله في هذا الشهر العظيم بالصيام بالقيام بالقرآن بالدعاء وهنا لنا وقفة مع الدعاء ونلاحظ أن قول الله تعالى وقال أبوكم ادعوني أستجب لكم جاء ذلك في أثناء الحديث عن الصيام وفرضية الصيام وهذا يؤكد أن ارتباطاً كبيراً قائم بين الصيام وإجابة الدعاء وهذا ما أكده نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال ثلاثة لا تعد دعوتهم أول هؤلاء الثلاثة الصائم حتى يفتر وللصائم دعوة لا تعد الصائم حتى يفتر والمسافع حتى يؤوب والمظلوم حتى ينتصر وإذا كنا نتحدث عن قبول الدعاء فإننا نحذر من دعوة المظلوم كما حظى منها نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال لسيدنا معاذ بن جبل يا معاذ إنك تأتي أقوماً من آل الكتاب عندما بعثه إلى اليمن فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افطاد عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افطاد عليهم صدقة تأخذ من غنيهم فتعد في فقيرهم وإياك وقائم أموالهم أين فائس الأموال وإياك ودعوة المظلوم وإياك ودعوة المظلوم وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب تعفعها الله عز وجل فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنص عنك ولو بعد حين لا تظلمن إذا ما كنت مقتدعا فالظلم آخره يأتيك بالندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنمي فإذا استقويت على الضعفاء فاعلم أن هناك من هو أقوى منك ومن أمره إذا آد شيئا أن يقول له كن فيكون ثلاثة لا تعد دعوتهم الصائم حتى يفتر والمسافر حتى يقوب والمظلوم حتى ينتصر ومن الدعوات المستجابة دعوة الوالد لولده ودعوة الوالدة لولدها دعاء الوالدين ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه هناك إلزم قدمها فسمى الجنة إلزم قدمها فإن الجنة عند قدميها وكان أبو فراص الحمداني يقول عندما بلغه وفاة أمه أيا أم الأسير لمن طعب وقد مت الذوائب والشعور حرام أن يبيت قرير عين ولؤم أن يلم به الصرور إذا ابنك صار في بر وبحر إذا ابنك صار في بر وبحر فمن يدعو له أو يستجع بأي دعاء داعية أوقع بأي دعاء داعية أوقع بأي ضياء وجه أستنع بعد ضياء وجه الأم بمن يستدفع القضاء الموقع بمن يستفتح الأمر العسير إنه دعاء الأم الذي يبقى ويمتد حتى بعد وفاة الوالدين يبتد أصع الدعاء للأمناء بل إن الإبن قد يكون مستجابا دعوة لبره بأمه ويمتد أصع ذلك في نسله وأصع الدعاء كوام الوالدين بر الوالدين وقال أبكم ادعوني أستجب لكم جاءت في سنة الحديث عن الصيام ومن رحمة الله أنها لم تأتي مشعوطة كسر من الآيات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفائدة وسنزلة اشترت العمل الصالح مع الإيمان وعظ الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم اشترت العمل الصالح لاستخلام لكنه هنا من رحمته فتح باب الدعاء بالأشار لم يقل ادعوني إذا عملتم الصالحات وإنما قال وقال أبكم ادعوني ونلاحظ أن هذه الآية لها نسق فريد في القرآن الكعيب فالقرآن الكعيب كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن اليتامة قل إصلاح لهم خير يسألونك يا محمد أجبهم أنت ويسألونك عن اليتامة قل إصلاح لهم خير ويسألونك عن المحيض قل هو أزل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا أما هنا لم يقل له قل يا محمد ولم يقل له إذا سألك عبادي عني فقل لهم أنت ولئذا آدوا أن يدعوني فقل لهم وإنما قال الحق سبحانه أنا أقول لهم بنفسي وإذا سألك عبادي عني فأنا الذي أقول لهم فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان حتى أنك إذا ما لقأت إلى الله لم تكن في حاجة إلى واسطة بينك وبينه ما عليك إلا أن تلقى ويقول سبحانه وقال أبكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال بعض العلماء والمفسعين سمى القرآن الدعاء عبادة رب العزة يقول لك وقال أبكم دعوني دعوني أستجب لكم فإلا ابتدعوني واستكبرتم عن دعائي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أنت إذا سألت الخلق تململ منك وإذا أعطاك مرة لم يعطيك الأخ ويقول الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن ضعكت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضبه فكيف تطعق من يغضب إن ضعكت سؤاله لتسأل من يغضب إذا سألته وإن أعطاك مرضة امتفض عليك الأخى وقد قالوا من اعتمد على ماله قل ومن اعتمد على علمه ضل ومن اعتمد على سلطانه ذل ومن اعتمد على الناس مل ومن اعتمد على عقل اختل ومن اعتمد على الله فلا قل ولا زل ولا ضل ولا مل ولا اختل ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسأل الله عز وجل بدعوة إلا أن أعطاه الله إحدى سلاس إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخاها له في الآخة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها ومن الألعيات المستجابة المستحبة أن تبدأ الدعاء يا آحم الراحمين يا آحم الراحمين يا آحم الراحمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملكا موكلة بمن يقول يا آحم الراحمين سلاسا فإذا قال العبد يا آحم الراحمين يا آحم الراحمين يا آحم الراحمين قال الملك الموكل إن آحم الراحمين قد أقبل عليك فسل وأيضا اسأل الله باسمه الأعظم وعندما سأل أحد الناس فقال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وأقاب ما يكون العبد من أبه وهو ساجد وهذا شهر السجود فأكسره من الدعاء في السجود وأختم بنقطة لطيفة قال أحد الناس إذا أدت أن تدعو فابدأ دعائك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعو بما شئ ثم اختم دعائك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل أقعم من أن يقبل الصلاطين ولا يقبل ما بينهما يا سيدي يا سيدي يا نور الحياة فيك الهدى يبلي جيش يأسي صلى الله عليه وسلم وتسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبعك